يا همهما همهما يا حاج ايه موانتناش رأيك ايه في الموضوع موانتناش رأيك ايه في الموضوع موانتش رأيه ايه يا حاج ايه مالك مالي ما انا كويسة انا ما قلتش انتعين مال في ايه يعني ايه مالكش رأيه في اللي بيحصل يعني فعلا مش عايز يبقى لي رأيه ده ايه النغمة جديدة دي مش ديه النغمة اللي طلو عمركم بتحلام وتسمعوها مش معنى اني امك وبخاف عليك اني عايزك تعيش في مغارة ومتبقاش دريان باللي بيحصل حواليك عايز انا اقول رأيه فيه بالظبط ولو قلت رأيه هيسمعوه هيبقى له اعتبار مش مهم يبقى له اعتبار بس اقوله انا قلت شمال اتحبست انا قلت يمين برضه اتحبست ولو ما قلتوش خالص هتبقى الحبس المراضي اصعب ميت مرة لانه هيبقى بتحيقلك انك حر بس الحقيق ان انت هتبقى مسجونج واخوفك وانا عمري ما حلمت ولا تصورت ان ابني يبقى جبان جايز كنت بعيط عليك وانت بعيد عني وخايف عليك لك لازم تتأكد ان انا كنت فخورة بيك لانك دفعت عن اللي انت مؤمن بي حتى لو دفعت ده دخلك السجن انا عايزك جنبي صعيح لكن عايزك راجل مش ضل حيط يا بش مهندس بس ابنك بقى ضل حيطة يا بنا ضل حيطة؟ ضل حيطة يعني ايه يا ولا ابن علي المصري لازم يبقى راجل لازم امشي في وسط الناس وانا رفع راسي لما سيرته تتجاب فاهم؟ وانت بتحيقلك اللي مرفعتش التمن تبقى غابي دموعي وخوفي عليك دعاية ليك كل ده كان اكتر من السجن اللي انت كنت فيه مئة مرة بس ما عدش في البلد دي دفع التمن غيري وغير عيلتي انا في السجن نسحية الصبح راحت شغلها وفدرت ورجعت من الشغل قاعدت علىها واتفرجت على ماشاط الكورة ولعب التعولة يبقى عايزان يا قول رايي ليه ليه؟ عشح الراجل شوف ابنك الراجل تعمل فيها يا ماما؟ نسحة جرحين مسيروين كلنا بنتجرح بنلاقي الدواء إننا ملخوه يا حمد الليوش دواء إنك بتبقى ميت ومتحش فوسط الناس يا حميمي هذا اللي كان ناقص يروح إسرائيل إسماعيل عشان خطري بلاش أي استفزاز للسلطة دلوقتي لمنشورات ولا بيانات ولا مظاهرات ولا أي حاجة أنا مش عايزك تخش السجن تاني يا حبيبتي تتنفاكراهم حيستنونا لما نعمل مظاهرات أو نوزع منشورات دول معاهم قوائم جاهزة بأسامينا وعناويننا ووصفنا لازم يعملوا أي ضربة وقائية يجهدوا بيها أي تحرك ثوري للكوادة يشعللوا بيها الشارع المصري والشارع العربي اللي مستني أي شرارة نار أنا مليش دعوة بكل اللي أنت بتقوله ده أنا الخيف عليه هو أنت أنا لازم أهرب من هنا دلوقتي لازم أشوف لي مكان آمن لغاية مهرب برا مصر ولا أنت روح عند ماما لغاية ما شوف أنا هعمل إيه لا طبعا لا يمكن أنا معاك مطرح مطروح ما ينفعش ياسمين ما ينفعش هتتبه هدلي أنا موافقة هنبقى محتاجين فلوس هتصرف هتعملي إيه هخلي الطبقة التوفايلية تصرف على البلوريتاري تلمستي وحاببتي يلا بقى قبل ما يجوا وبوتوا علينا كليو كليو صباح الخير صباح الفل والكمال إيه الروا أنده كليو بصي وإنت تعرف إيه رأيك بقى فجوه زيك مبروك إيه ده مبروك حاف كده لما أنت واصل قوي كده ما تخلي إسماعيل الزفت ده يقف عند حدوده بدل ما هواكل دماغ البنت أنا مبارح بعتقم الشرقة بتاعتهم دي عملوا كابس عليهم بس ملوش حد يعني بنتي راحت فين تبقى مصيبة لو كانت اتجوزته صراحة؟ بنتك دي مورهاش غير وجعة الدماغ لو كنت اسمعت الكلامي وما جات هنا ما كانش كل ده حصل كنت عاوزنا أعمل لها إيه؟ تؤمر قابتك تبقى منتك وهي اللي بتربيكي؟ ياسمين ما عادتش صغيرة خلاص يا اختي مدام ما عادتش صغيرة سيبقى تعمل اللي هي عزاو تتجوز وقت صايع عامل لنفسه مناضر ياسمين حبيبتي صبح الخير صبح الفل يا عيوني اهو كده نورت بيتك يسدت كل أم عزكي سوي يا سلام يعني انا بقيت العزول اللي بينكو شش علشان خطري انا هتسكت خالص هتعملي ايه بالفلوس دي كلها؟ هسكنوا هيكونوا هاشرب ما ترجعي تعيش معي هنا تاني ده ما بقاش بيت يا ماما خلاص ياسميني فهمي اونك الحسين ما تلاقش وحي ازاي ما احنا كنا فاعمين بالعكس طلع راجل طيب وبيحبك وبيخاف على نصلحتك ماما ياريت ما تجيب ليش سيرة الراجل ده خالص لو كنت عايزان يبقى جزورك في المحل طب خلاص هتديين فلوس؟ حد هالك طبعا او مرحسيبك تشحتي ايه وعي تكون الفلوس دي لاسماعيل؟ لا تطميني يا ماما اسماعيل خلاص بسافر وعيسي بمصر خلاص بجد؟ ارتحت يا ماما؟ بصراحة اه هتعودي فان؟ هبقى اشوف اي شقة وعدتك عنوانا خلي بالك من نفسك خلي بالك انتي من نفسك انا كويسة طول ما انتي كويسة هتعدي علي قمدا ورايبة 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 يعني ايه مش عايزة تسافري؟ اسافر معاك ازاي واسيب شغلي؟ انا اهمة من شغلك الكلام ده لو كنت استشارتني من اساسه لكن انت اخدت القرار ده لوحدك ولا كأننا شركة في البيت ده ولا في الحياة دي دي فرصة كويسة اسابها ازاي؟ انا ما قلتش انك تسابها انا قلت انك تقولي ندرسها سوا نتشاور سوا وبعدين ناخد القرار اذا كنت تسافر ولا لا ده اذا كان الموضوع ده اصلا يهمك لا اصلا انا عارف مخرك لو اتكلمت معاك مليون سنة برضو هتنفذي اللي فيه على عموم كفاية عليك كريم اهو يسليك الله 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 انت غيرانا منه انت عارف شعوري اتجاه كل البشر انا لا بغير ولا بحقد ولا بحسد بعدين ما تحافظ على كلامك يا اخي انت زالتي انا بغير ياريت تعرف تهزر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر